أهلا بكم تقام يوم غد مواجهتان لحساب الجولة الثامنة من دور المحترفين لكرة القدم حيث يلتقي الجزيرة نظيره معان على أستاذ الحسن فيما يلتقي الوحدات منافسه سحاب على أستاذ الملك عبد الله الثاني تفاصيل أكثر عن هاتين المواجهتين في التقرير التالي مع اقتراب انتهاء مرحلة الذهب تدخل أندية المحترفين الجولة الثامنة من منافسات الدور وكل يبحث عن أهدافه الخاصة في مواجهة متقاربة يلتقي الجزيرة نظيره معان على أستاذ الحسن في إربد في ثاني لقاءة الأسبوع الثامن الجزيرة الذي تراجع بشكل كبير في الجولات الثلاث الأخيرة وتعرض لخسارتين وتعادل يأمل بوقف نزيف النقاط والعودة لسكة الانتصارات من أجل احتلال مراكز متقدمة فيما يسعى معان بدوره لنسيان التعثرات المتتالية التي تعرض لها وتحقيق النقاط الثلاث لأعطاء الفريق دفعة معنوية خاصة وأن الفارق النقطي بين الفرق وليس بالكبير إذ يحتل معان المركز السابع برصيد تسع نقاط متقدما بفارق نقطة عن الجزيرة وفي المواجهة التالية سيكون أستاذ الملك عبدالله الثاني على موعد مع لقاء يجمع الوحدات بسحابه الوحدات الذي نفض غبار الهزيمة أمام الرمثة وعاد ليضرب الخصوم من جديد يدخل اللقاء وعينه على الانتصار ولا بديل عنه من أجل الابتعاد أكثر في صدارة دور المحترفين وعلى الجهة المقابلة يدخل سحاب اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على معان في الجولة الماضية حيث يسعى الفريق لتحقيق المفاجأة وإيقاف الوحدات من أجل التقدم أكثر على سلم الترتيب حيث يقع سحاب في المرتبة التاسعة برصيد سبع نقاط تعادل فريق السد القطري والنصر السعودي بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم أمس على استاذ جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دور أبطال آسيا لكرة القدم وأحرز النصر أول أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق اللاعب خالد عيسى الغنآم قبل أن يسجل الجزائري بغداد بنجاح هدف التعادل للسد في الوقت القاتل وبهذا التعادل رفع السد رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني فيما وصل النصر الذي ضمن تأهله مسبقا إلى النقطة الحدية عشرة في صدارة الترتيب توجه العرب الكويت بطلا لكأس أمير الكويت بعدما نجح في قلب الطاولة على نظره الكويت بالفوز عليه بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على استاذ جابر الدولي سجل عبدالله البريكي هدف الصبق للكويت في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر اللقاء ليحافظ الكويت على تقدمه حتى جاء المحترف الإفواري برنارد دومبيا وأحرز هدف التعادل للعربي في الدقيقة الثانية والثمانين وفي الشوط الإضافي الثاني منح علي أحمد خلف الفوز لفريقه العربي بعدما سجل هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة ليصبح العربي بهذا الفوز أكثر فريق يتوج بهذه البطولة برصيد ستة عشر لقبا بالتساوي مع القديسية أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي لكرة القدم عن استكمال إجراءات ضم اللاعب تشيلي أرتورو فيدال من برشلونة الإسباني وجاء هذا من خلال بيان رسمي نشره انتر ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أكد فيه انتقال فيدال من برشلونة إلى انتر بصفقة انتقال دائمة دون الكشف عن مدة أو قيمة العقد وكان فيدال قد وصل إلى إيطاليا منذ يومين لإجراء الفحوصات الطبية قبل أن يعلن النادي الإيطالي اليوم استكمال كافة الإجراءات وسيعمل فيدال مع المدرب الإيطالي كونتي الذي سبق وأندربه في يوفنتوس توجه النجم الصربي نوفاك جوغوفيتش بلقب بطولة روم المفتوحة للتنس بعد فوزه في المباراة النهائية على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان بمجموعة اشتركوا في القناة